مصدر صحفية محلية عن تجهيز السيسي وحكومة مصر لأكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء بل وفي الشرق الأوسط أيضا ونقلت صحفة الشروق المصرية عن مصدر مسؤول في هيئة المحطة المائية لإنتاج الكهرباء قوله إن مصر بصدد توقيع العقود النهائية لمحطة توليد كهرباء تعتبر الأضخم في قارة إفريقيا والشرق الأوسط والرابعة من نوعها في العالم وقال المصدر المسؤول سيتم الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة من كافة التعديلات والملاحظات الفنية للدراسة التي أجرتها الشركات الصينية والاستشار العالمي لمشروع محطة ضخي وتخزين المياه لإنتاج الكهرباء بطاقة 2400 ميجاوات بمنطقة اعتقاب السويس وذلك تمهيدا لتوقيع العقود النهائية لإقامة المحطة وتابعت المصادر بقولها مشروع محطة الضخ والتخزين سيكون الأضخم في إفريقيا والشرق الأوسط والرابعة على مستوى العالم بطاقة 2400 ميجاوات بمنطقة اعتقاب السويس أي أكثر مما ينتجه حتى السد العالي في مصر وأشارت المصادر لأن تلك المحطة سيتم دخل استثمارات فيها تزيد عن 2.7 مليار دولار أمريكي ونواه المصدر لأنه يجري حاليا الاستعداد لتنوقع هذه العقود مع الشركة الصينية ساين هادرو المسؤولة عن تنفيذ محطة ضخي وتخزين المياه لإنتاج الكهرباء يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه رئيس شركة المحطة المائية التابعة لوزارة الكهرباء في مصر محمد عمرو ما تم تدوله عن تأثير سد النهضة على إنتاج الكهرباء من السد العالي وأكد المسؤول المصري وفقا لجريدة الشرق المصرية أن الوضع المائي المصري مطمئن للغاية ولا داعي لأي قلق من ذلك موضحنا أن إنتاج الكهرباء من السد العالي يتراوح ما بين 1750 إلى 1800 ميجاوات يوميا يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء هذا وقد أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرأي المصرية محمد السباعي أن قضية سد النهضة ما زالت عالقة كما هي عليه منذ عقاد القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة في يوليو 2020 وقال السباعي في مداخلة ناتفية عبر قناة التعنى الفضائية الإثنين أن وزير الرئي المصري محمد عبد العاطي أبدأ اعتراض مصر الشديد على الإجراء الوحادي الذي اتخذته إثيوبيا بملء سد النهضة خلال الفترة الأخيرة دون التفاوض مع مصر والسودان وذكر أن هذا الإجراء الوحادي يشير إلى ذلالات سلبية واضحة تؤكد على رفض الجانب الإثيوبي للتواصل للاتفاق عجل وشامل للأطراف كافة